الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل نحييكم ونرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فالسلام عليكم فضيلة شيخ صالح عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء أحسن الله ليكم أستأذنك ونبدأ هذه الحلقة بقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يجسد المسلم عظمة هذا الدين من خلال هذه الآية وأن يكون مسلما بحق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية الكريمة تبين أن دين الإسلام هو الدين الذي يرتضيه الله عز وجل من عباده ولا يقبل من أحد دينا سواه ودين الإسلام الذي هو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك الشرك هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم العملية بحسب ما يصلح لكل زمان ومكان من الأمم السابقة إلا أن العقيدة واحدة منذ خلق الله آدم إلى أن يدث الله الأرض ومن عليها وعقيدة التوحيد هي هي وهي الأساس وهي الإسلام وأما الشرائع العملية فيتابعة وهي عبادة لله عز وجل وتشريع من الله عز وجل ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم توحد الدين والملة والشريعة فيما بعث به صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والمرسلين والأمة منذ بعثه الله عز وجل هي أمة أمة واحدة بعربها وعجمها وجنها وإنسها كلهم مأمرون بطاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فبعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دين إلا ما جاء به هذا الرسول لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده ولأن شريعته خاتمة الشرائع لا يأتي شريعة بعدها إلى أن تقوم الساعة ولهذا قال سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ دِينًا سِوَى دِينِ الإسْلَامِ الذي عليه الرسل جميعهم وإن اختلفت شرائعهم لكن كلهم جاءوا بالتوحيد والنهي عن الشرك فمن يقبل دينا غير هذا الدين دين الأنبياء ودين محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم فإن الله لا يقبل منه فمن ادعى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه على دين يقبله الله فهو مخطي وضال وعلى ظلال ولا يقبل الله منه ما هو عليه لأنه نسخ ويا العمل بالناسخ هو الواجب وأما المنسوخ فانتهى العمل به فجاءت شريعته ناسخة لما قبلها فلا يجوز العمل بشريعة غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا يقبله الله عز وجل وهو في الآخرة من الخاسرين لأنه ليس على دين يقبله الله عز وجل وإن زعم أنه على دين نبي إلا أن دين هذا النبي انتهى وقته وجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم والأمر لله سبحانه وتعالى ليس الأمر للمخلوق وأنه يعمل ما يريد لا هو عبد لله عز وجل أمرك الله أن تتبع هذا الرسول فيجب عليك اتباعه أيا كنت يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو عربيا أو عجميا أو جنيا أو إنسيا أمرك الله أن تتبع هذا الرسول أنت عبد يجب عليك الامتثال وإلا فإنك خاسر يوم القيامة وتعبك هباء منثور فليتنبه لهذا من يقولون إن الأديان الآن كلها أديان صحيحة والناس أحرار في أديانهم هذا كلام باطل الناس عباد لله مع عبيد لله ليسوا أحرارا بمعنى أنهم يختارون ما يشاءون وحسب أهوائهم إنما هم عباد ينقادون لأمر الله سبحانه وتعالى والله أمر الجميع أن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا دين سواه من جاء بدين غيره فإنه غير مقول عند الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم أيضا هو سأل يقول من هو المسلم حفظكم الله المسلم هو الذي كما قال الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فالمسلم هو الموحد في عبادته وعقيدته وهو المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين أمرين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المسلم نعم أحسن الله ليكم فضلة الشيخ صالح ونعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا أبو سامي من الخرج يقول ما هو العلاج للذي أصيب بالغم والكرب والحزن والأمراض البدنية هو علاج القلق والوسوسة والعين والسحر حفظكم الله هذا لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مرضه نفسيا فيراجع الأطباء النفسانيين لعلهم يجدون له علاجا وإما أن يكون مرضه وساوس وهموم وأحزان من الشيطان هذا علاجه بذكر الله عز وجل وبالأدعية الصحيحة من القرآن والسنة وبالورد صباحا ومساء وقبل ذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنها عاون للعبد على كل أموره كما قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم أحسن الله إليكم محمد من جدة يقول ما حقيقة الاعتصام من خلال قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حقيقة الاعتصام هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حبل الله حبل الله كتابه هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أمرنا أن نعتصم بحبل الله وأن نكون جميعا نهانا عن التفرق بل نعتصم مجتمعين بهذا كما في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذا هو الاعتصام بحبل الله جل وعلا ونكون جميعا على هذا الحبل لا نشذ بآراء أو مذاهب أو أفكار أو غير ذلك نعم أحسن الله إليكم أبو سلطان من القصيم يسأل بارك الله فيكم يقول ورد الفضل في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل يشمل هذا ليلة الجمعة أم فقط في يوم الجمعة نعم يشمل ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكثر من الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه مشروعة في كل وقت لكنها تتأكد في بعض الأوقات مثل هذا اليوم العظيم يوم الجمعة نعم أحسن الله إليكم هذه رسالة من أم محمد من تبوك تقول كيف أستحي من الله حق الحياة بارك الله فيكم إذا حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبناء فقد استحي من الله حق الحياة كما في الحديث نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل بارك الله فيكم سوء الظن لشك أنه من أمراض القلوب فما حقيقته وأسبابه وطرق علاجه سوء الظن منهي عنه وبعضه أشد من بعض فسوء الظن بالله عز وجل هذا كفر وكذلك سوء الظن بالناس الأبرياء فالأصل فيه المسلم السلامة والحمد لله فيحسن الظن بأخيه ولا يسيء به الظن لأن المسلم الأصل فيه الخير والأصل فيه العدالة ما لم يتبين فيه خلاه ذلك نعم معنى اتصال الأخ عادل من جدة حياك الله هلا حبيبي السلام السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال حبيبي ما هو السؤال حبيبي جاء أنتي جت لي وظيفة مرتب وقالوا لي أنت قاعد في البيت الراتب هيك أنت قاعد في البيت عبيت تفسر عنه شكرا يا عادي تفضل الشيخ لا هذا لا يجوز إذا لم تؤدي عملا فلا يحل لك المراتب وهم يقصدون بهذا التستر من جهة الحكومة لأن الحكومة فرضت عليهم توظيف السعوديين فيوظفونهم ظاهرا وتقية ويعطونهم دراهم ويقولون وظفناهم والأمر ليس كذلك الموظفون غيرهم وإنما يعطونهم هذا الشيء حتى يقولوا وظفنا السعوديين نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أصلي النافلة أربع ركعات متواصلة؟ في النهار لا بس والأفضل أن يصلي كل ركعتين بتسليم هذا هو الأفضل وأما في الليل فصلاة الليل مثنى مثنى ما تقرن أربع ركعات بل يسلم من كل ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم أن تقل إلى أسئلة من الأخ صالح من الدمام يقول الوالد متوفى من أيام هل يجوز أن أكثر من الاستغفار؟ وبعدها أقول اللهم اجعل أجر ما قلته لأبي كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له نعم الاستغفار للوالد أو لغيره من المسلمين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار للوالدين في الدرجة الأولى لأن هذا من البر بهم فاستغفر له وأكثر من الاستغفار له طلب المغفرة له وادعو له بالرحمة وادعو له بالعفو وادعو له بالجنة أكثر من الدعاء له نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل حفظكم الله يقول هل تجب علي الزكاة حيث أنني علي قروض عقارية هو أيضا قروض شخصية نعم إذا تغفر لديك مال يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولو كنت مدينة أو أرصدته لسداد دين أو لحاجة تجب فيه الزكاة لأنها توافرت فيه شروط الوجوب فتخرج زكاة ربع العشر نعم معنات صالي إبراهيم من الحوطة تفضل حياك الله تفضل حياك الله مستحك الله بالخير مستحك الله بالنور أنا عندي سؤال بس فقط أنا بالشيخ بس يعني تكلم قليلا سامن تفضل يعني الأمطار أسباب منع القطر الآن على بعض بعض الناس الآن يدعون مثلا يقول لا يستجابوا لنا ولينزل عين القطر وكذا لو عرض الشيخ لو بشكل مختص عن أسباب منع القطر شكرا إبراهيم بارك الله فيك تفضل يا شيخ أولا لا يجوز القنوط من رحمة الله مهما صدر منا من الذنوب فإننا لا نيأس من رحمة الله ولا نقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون والله كريم وغفور رحيم وأما امتناع القطر فالغالب أنه بسبب الذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن أعظم أسباب منع القطر منع الزكاة ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهايم لم ينطروا فليحذر المسلمون من هذا ليصلحوا أحوالهم ويستسقوا ويطلبوا من ربهم الغيث والله قريب مجيب سبحانه وتعالى نعم معنا اتصال عبد الرحمن من الرياض نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام مكرم الشيخ سم تفضل الشيخ علي الصالح يسمعك تفضل يا شيخ في حنا شائعة منتشر عندنا في السعودية مثل الحلف بأليب الطراق وعليب الحرام وعليب الحلال فما ندري أنا منتشر وعليب الحرام ووجه الله يا وجه الله هناك سؤال آخر عندك سؤال آخر سلام شكرا هذا أمور لا تنبغي لأنها خطيرة بحيث قد تفوت على المرء زوجته وتبين منه وتطلق منه فيترك هذه الأمور وسمي الحلف بالطلاق لأنه علق شيئا على الطلاق مثل ما يعلق على اليمين وإلا فهي ليست من الحلف بغير الله عز وجل وإنما هي تجري مجرى الحلف بالله لأنه إذا علق شيئا على حصول شيء أو على امتناعه فهذا هو معنى الحلف بالله عز وجل فيتجنب المسلم هذا من ناحية أنه قد يخل بالزوجية يفرق بينه وبين زوجته أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل توقع حطول الأمطار في قادم الأيام يعتبر من الغيبيات لا هم يذكرون هذا من باب أدلة في الجو عندهم أدلة في الجو ينظرون إليها ويتوقعون الأمطار ولا يجزمون الجزم لا يجوز لكن يتوقعون من خلال المراصد الجوية بعلامات تكون في الجو أنه يمكن تنزل أمطار نعم نعم سعد من الرياض يقول وجدت سيارة في المعرض ولا أملك قيمتها قلت لصديقا لي اشتر هذه السيارة وقصتني إياها بمبلغ أعلى هل هذا جائز؟ إن اشتراها لك وسلم ثمنها نيابة عنك واسترده بزيادة فهذا قرض قرض محرم وأما إن اشتراها لنفسه وتملكها تملكا تاما ثم باعها عليك فإن هذا يجوز سواء كانت مقصطة أو حالة نعم هذا بدر بن الرياض يقول حفظكم الله أحد العمال المنزلية في بيتنا من الله عليه بالإسلام لكن ما هي الأشياء والأساسيات التي أستطيع من خلالها إعلامه وتعليمه دينه؟ تذهب به إلى المكاتب التوعية وتوعية الجاليات وهي كثيرة ولله الحمد تذهب به إلى القائمين على توعية الجاليات وهم عندهم إجراءات وعندهم كتب وعندهم ما يبين لهذا المسلم الجديد أحكام الإسلام جزاهم الله خيرا نعم معنا اتصال عبداللطيف من الرياض نعم ألو نعم دعوه عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سام تفضل كل عام أنت بخير وأنت بخير إن شاء الله دائم تفضل أبغى الشيخ اللطول عمر يسمعك سؤالك سؤالي عن بدل الحج عن بدل الحج هل يمكن أوكل واحد شخص لشخصين؟ طيب فيه سؤال آخر؟ لا لا السلام تفضل الشيخ أولا يا أخي كل عام وأنتم بخير هذه لا تليق لأنها لأن بداية العام الهجري ليست من الأعياد التي يهنأ بها إنما هذا شيء اعتاده الناس وهو لا أصل له ثانيا الحج نيابه عن الحج إنما تكون عن شخص واحد ولا تجوز عن أكثر من شخص فإذا أردت أن تنيب عن شخصين أكثر فتنيب عن واحد في هذه السنة ثم تنيب عن الثاني في السنة القادمة وهكذا أو تأتي بعدة أشخاص لا شخص واحد تأتي بعدة أشخاص وتنيب كل واحد منهم عن شخص نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل يوجد فرق بين قراءة الأذكار غيبا وبين قراءتها من كتيب من ناحية الأجر وخاصة عند الطواف المدار على النية والقصد نعم سواء قرأتها من كتاب أو دعوت بها عن ظهر قلب المدار على النية والإخلاص لله عز وجل ولكن إذا قرأت من كتاب فاختر الكتاب الصحيح الذي يعرف مؤلفه وكاتبه والأحاديث التي فيه تكون أحاديث صحيحة مخرجة نعم من أسئلة أبو عبد العزيز أيضا يسأل يقول هل يجوز أن أدخل كتيب الأذكار في دورة المياه أكرمكم الله وفيها آية الكرسي والمعوذات يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل وإذا كان هذا من القرآن فهو أشد كراهية فلا تدخل محل قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله إلا إذا خفت عليه أنه يسرق أو يضيع فلا بس أن تدخل به وأن تحتفظ به في جيبك نعم معنى اتصال أبو عبد العزيز من الرياض حياك الله أبو عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم كيف حالك الشيخ طيبين حياكم الله عند السؤالين بارك الله فيك السؤال هو الأول شيخ الحين المحرم منوع عليها الطيب فالحجر الأسود فيه طيب كثيرا لإنسان لما يمسحه يكون فيه طيب يده حال هذا يعني ينقض الإحرام للشيشة والسؤال الثاني السؤال الثاني يطلع أمرك الحين الميت لما يموت قريب مثلا لي وأزوره بعد شهر في قبره مثلا أدعيه لو زي كذا لكن إذا قرأت عنده قرآن هل يثل أصل سابه أو إهدي إليه يوصل السواب لعنده طيب شكرا لك بارك الله فيك أولا المحرم يتجنب الطيب في بدنه وفي ملابسه فلا يحدث طيبا بعد ما يحرم أما كونه يشم طيبا من غيره أو من الحجر الأسود هذا لا يضر هذا لا يضره لأنه لم يتطيب وأما السؤال الثاني قراءة القرآن عند الميت قراءة القرآن عند الميت قراءة القرآن عند الميت أو في المقبرة بدعة لا أصل لها لأنها لم يرد بها دليل إنما الذي ورد الدعاء للأموات السلام على الميت المعين والدعاء له خاصة وكذلك السلام على أهل المقبرة من المسلمين عموما هذا هو السنة نعم أحسن الله عليكم هذا السعيد من الدمام يقول هل يعمل بوصية المتوفى في المنام لا يعمل بها في المنام إلا إذا كان هناك ما يدل على صحتها إذا كان هناك ما يدل على صحتها من الواقع فيعمل بها أما إذا كان ليس هناك ما يدل على صحتها وثبوتها فلا يعمل بمجرد الرؤية لأن الرؤية ظنية لا هي قطعية ولا حتى غلبة ظن نعم أبو سالم من أبها يقول هل فسخ النكاح بين الزوج والزوجة يعتبر طلاق وهل أيضا يسأل يقول هل لب والآن بعد ذلك تريد أن ترجع له لكن والدها رفض فما الحل بارك الله فيكم فسخ النكاح لا يعتبر طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق على الراجح لأنه فسخ وهو بائن مثل الطلاق على عوض بائن فلا تحل له إلا بعقد جديد وكون والدها يرفض هذا وهي لها رغبة وهو كفء لها لا يجوز لوالدها أن يمنعها قال تعالى فلا تعضلوهن أي أنك إحنا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فإذا كانت ترغبه وهو كفء لها لا يجوز لوالدها أن يمنعها لأن هذا من العضل المحرم أم ياسر من الخبر تقول يا شيخ الوالدة تأمرني بأن يطلقني زوجي والدته يأمر زوجها بأن يطلقها وأنا أتعامل معها بلطف وأتعامل مع أمه بلين وأتواسهر على راحتها وأنا في حيرة ومن أمري هل يوافق زوجي أم لا إذا كانت امرأتك امرأة صالحة في دينها وفي عشرتها وتعاملها ونزيها فلا يلزمك أن تطيع أمك في طلب طلاقها نعم أحسن الله إليكم هذا أحمد الزوري من اليمن مقيم في المملكة يقول هل يلزم الزكاة على أرض للبيع معروضة للبيع نعم نعم إذا نوى بيعها فإنها إذا حال عليها الحول فإنه يقومها بما تساوي على رأس الحول ويدفع زكاتها لأنها أصبحت من عروض التجارة نعم يقول هل ورد فضل في قراءة سورة ياسين على المتوفى عند وفاته ورد لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع قراءة ياسين على الميت ولا حتى على المحتضر إنما يلقن الميت لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم نقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم معنا اتصال محمد من مكة المكرمة نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام أريد أن أتصال يا شيخ أنا بالحجة الحج؟ أيو أدت من مزدرفة إلى الشاعة ثلاث وطلعت إلى منا لرمي الجمع وحدك كلما معك أحد لا أحد تفضل يا شيخ شكرا يا محمد إذا كنت ما وصلت مزدرفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يجب عليك أن تبقى إلى الفجر وأن تصلي الفجر فيها أما مجرد المرور فلا يكفي هذا ويكون عليك فدية لأنك تركت الواجب عليك من المبيت في مزدرفة نعم أحسن الله إليكم هذا طلال من جدة يسأل بارك الله فيكم يقول هل يجوز لإمرأة أن تهب نفسها لرجل نعم إذا كان كفأا لها إذا كان هذا الرجل كفأا لها في دينه وفي صلاحيته لها فلها أن تعرض عليه أن يتزوجها ولو بواسطة شخص توصيه أن يقول له كذا وكذا هذا شيء طيب نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل حفظكم الله يقول حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر نعوذ بالله من ذلك لا يجوز استعمال السحر لا للجمع بين الزوجين ولا لتفريق الزوجين ولا غير ذلك لأن السحر تعلمه وتعليمه والعمل به كفر بالله عز وجل فلا يجوز تعاطيه وهو منكر عظيم يجب إنكاره ويجب الأخذ على يد من يعمل هذا الشيء برفعه إلى الحاكم الشرعي نعم معنا اتصال موسى من العلا نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام سلام عليكم أخي طيب نعم نعم طيب في سؤال آخر لو جايز ولا لا سوى عندك سؤال آخر لا لا شكرا شكرا لك تفضل يا شيخ يا أخي يجوز الإحرام بدون وضوء الوضوء ليس بلازم إن ما هو سنة إذا أمكن فيجوز أن تحرم وأنت لست على طهارة وتكفي النية نية الدخول في النسك نعم وهل يلزم ركعتين عند الإحرام حفظكم الله ولا يلزم ركعتين ما يلزم ركعتين إن كان وقت فريضة فإنه يحرم بعد الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليس وقت فريضة فلا يشرع ركعتين للإحرام خاصة لكن إن نواها عن الوضوء ركعتين الوضوء هي سنة مؤكدة أحسن الله عليكم انتقل إلى سؤال من الأخ إبراهيم من جدة يقول ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع توسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وكذلك التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذا هو التوسل المشروع كذلك التوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال يونس عليه السلام وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحاجته وفقره إني مسني الضر كما قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا هو التوسلات المشروعة الموافقة للكتاب والسنة وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأشخاص أنت توسل بفلان الشخص الفلاني أو الولي الفلاني أو بجاهه أو بغير ذلك هذا هو الممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك ولأنه لم يرد فيه دليل ولأنه غلو في الشخص المتوسل به نعم أحسن الله إليكم نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد من حائل نعم على المساء الخير حياك الله حياك الله أحسن الله والحمد لله والثاني 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 تكبيل الزوجة من غير الصفائلة تكبيلها ثاني وشكرها للشيخ فضل الشيخ نعم الضمان الاجتماعي له شروط إذا انطبقت على الشخص جاز له أما إذا لم تنطبق عليه الشروط فلا يجوز له ولا يجوز له التحيل على ذلك وإذا دفع مالا لشخص من أجل أن يدخله في الضمان فهذه رشوة محرمة سحت والعياذ بالله لا يجوز هذا العمل نعم أحسن الله عليكم سهل عن مداعبة الزوجة داعبة الزوجة لا بأس بها هي زوجته يباح له ذلك نعم هذا يسأل بارك الله فيكم أبو ساير من الدمام يقول ما حكم لبس السوار الطبي لعلاج الروماتيزم وعلاج الصداع إذا قرر الطبيب الموثوق أن هذا السوار نوع من العلاج وفيه فائدة لا بأس بذلك نعم هذه السائلة أحد الأخوات تقول كيف تتقى العين تتقى العين بذكر الله عز وجل والتوكل على الله وعدم الوساوس ويعني ما يعلق بالنفس من الوساوس والشكوك في الناس تتقى العين بهذه الأمور بذكر الله عز وجل والكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن حسن الظن بالله عز وجل والتوكل على الله نعم سؤالها الآخر تقول الإضطرابات النفسية هل تعالج بالتمائم؟ تمام لا تجوز إنما تعالج بالرقية بالرقية المباشرة بأن يقرأ عليها الراقي من كتاب الله أو من الأدعية الشرعية هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما التمائم فقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتيولة شرك نعم أحسن الله إليكم وفي الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له نعم أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول النفس والحائض هل تدخل المسعى والمطاف؟ لا المسعى نعم لا بس لأنه ليس من المسجد وأما المطاف فلا لأنه من المسجد الحرام والنفس والحائض لا تدخلان المسجد الحرام أو غيره من المساجد لأجل الجلوس فيه واللبث فيه أما مجرد المرور من باب وتخرج من الباب الآخر أو لتأخذ حاجة من المسجد وهي حائض أو نفس ثم تخرج فهذا لابس به نعم معنى اتصال سلطان من حائل نعم معنى أبو سلطان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله السلام سم شيخ الله يطبر لي عمرك عن الإسلام سؤالي حمنا سمعنا طلع عمرك سؤال وما فهمنا الإجابة الحقيقة من الشيخ السؤال يقول السائل أنه فيه ثلاثة خوات أو أربع به الرواتب وساكناتهم ومهم بيت واحد ومهم نظمان اجتماعي اجتماع ما يكون لهم وليأمر هل يجوز أن يسون قطة أو جمعية عشان يسون وحية واحدة هذا السؤال الأول الوحية تكون من فيها أخي صدق عطنا السؤال الثاني يا أبو سلطان السؤال الثاني فالعمرك هل أدعى لولي الأمر والعلماء والمسلمين يعني على المسلم هل هو واجب أم مستحب أم خياري أن أراد يدعو ما يدعو شكرا لك يا أبو سلطان تفضل الشيخ الدعاء لولي الأمر هذا من النصيحة له والدعاء له في صالحه وصالح الداعي وصالح المسلمين يدعو لهم بالصلاح والإعانة والتوفيق وهذا من حقوق ولي الأمر على الرعية أن يدعو له هذا مما يعينه على القيام بمهامه وأما بقضية الزمان الاجتماعي وقضية الأضحية الأضحية أنكم الأضحية تكون من واحد نعم يملكها واحد ويضحي بها عنه وعن أهل بيته لا يملكها عدد من الناس إنما يملكها واحد ويضحي بها فإذا دفعوا له شيء من أجل أن يشتريها ويملكها ثم يضحي بها فلا بس نعم أحسن الله وليكم هذا يقول كيف أتوب من عدم إخراج الزكاة لسنوات مضت نعم يقول كيف أتوب من عدم إخراج الزكاة لسنوات مضت ما تكفي التوبة لا بد من التوبة ولا بد من إخراج الزكاة لأنها دين في ذمتك فيلزمك أمر عن التوبة إلى الله عن التأخير والأمر الثاني وهو مهم جدا أن تخرج الزكاة عما مضى ولا يبقى في ذمتك منها شيء لأنها دين لله عز وجل نعم أحسن الله وليكم هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حي على خير العمل لا هذا ليس من الأذان نعم هذا محدث في الأذان ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت حي على الصلاة حي على الفلاح هذا الذي ثبت نعم معنا اتصال فالح من الرياضة تفضل السلام عليكم والسلام رحمة الله وبركاته السلام تفضل يا فالح أبس ألا شيخ اللي يطولي عمرك تفضل اسمعك فالح فالح تتوانا عندي ونعم نعم اتحاق أسأل الشيخ أن كنا نصلي مسجد الجمعة وكان صليا أمام بالمنبر والآن في هاقي الصفين ورا وفيضيك طيب يعني يجوز حين صلى الله عليه 15 سنة قدام ما هو قدام حين نصلي وراه والحيث ذهق سيدي يعني يطلعونهم مئة مصلي قدام نعم ايش السؤال وسؤالك يا حين يجوز في هاقي ورا المصليين ولا يقدمهم قدامه في الأول الإمام يصلي طي تفضل شكرا يا فالح تفضل يا شيخ يا أخي الإمام يكون أمام المصليين ولا يكون وراءهم أو يكونون قدامه لا يجوز هذا في جهته هل يكونوا أمامه في جهته بينه وبين القبلة هذا لا يجوز نعم ولا تصح الصلاة في مثل هذا نعم نعم بارك الله فيكم هذا يقول حفظكم الله بالنسبة للمسافر لمئة كيلو تقريبا يوميا هل له أن يجمع ويقصر نعم هو أولى بالرخصة من غيره لأنه يتكرر ويحتاج إلى الرخصة أكثر من غيره فيجمع ويقصر في الطريق ذهابا وإيابا نعم أحسن الله إليكم ما هو ضابط الجمع والقصر في حال المطر أن يكون المطر كثيرا يبل الثياب يتأذى به الإنسان بينه وبين المسجد أو يخلف المطر دحضا وطينا بينه وبين المسجد فبهذا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء نعم معنا اتصال ناصر من أبهد فضل قالوا نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سؤالك هل يجوز يا شيخنا الحبيب هل يجوز للمرأة زيارة قبور الموت طيب شكرا لك بارك الله فيك شكرا لناصر تفضل يا شيخ لا يجوز لا يجوز للنساء أن تزور القبور لأن هذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد فالمرأة لا تزور القبور وإنما تدعو للأموات وهي مارة مع الطريق أو تدعو لهم في بيتها أو في أي مكان وأما زيارتها للقبر أو للقبور فهذه حرام وهي كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلت ذلك واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب نعم نعم معنى اتصال أبو عبد العزيز من الرياض طيب يا شيخ سمحت الله بردك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام الأهل لما يروحوا عندما تطيب دكتورة الأسنان وهي صائمة السويلة هل بنج هل بنج هل يفضط يا دكتور أي شيخ في سؤال آخر الله بارك الله شكرا يا أبو عبد العزيز تفضل أي شيخ البنج الموضعي ما يؤثر على الصيام البنج الموضعي في الأسنان ما يؤثر على الصيام ولكن تلفظ لا يذهب إلى جوفها شيء وهي تقدر على لفظه ما تتعمد لفظ الشيء وهي صائمة نعم أحسن الله وليكم هذا السؤال من أحد الأخوة يقول ما هي مراتب صيام يوم عاشور عاشورة نعم ما هي مراتب صيام يوم عاشورة يوما قبله أو يوما بعده لا الثابت يوم قبله الثابت يوم قبله نعم يعني يصوم يومين يوم التاسع واليوم العاشر هذا هو الثابت وإذا فات اليوم التاسع يصوم اليوم الحادي عشر يصوم اليوم الحادي عشر يوم بعده لألا يتشبه باليهود في إفراده بالصوم نعم أبو عائشة من الطائف نعم أبو عائشة عليكم السلام كبحانك يا شيخ وياك الله سامن امرأة عرمى نقطة عمرك تركت بحيتها في بيتها وحجت ويوم عادت في اليوم الرابع عشر وعند أولادها وقال وطال عمرك وقال وطال عمرك قالت لهم تبحوها ويوم جاءت معودة من الحج ما حصلت من ما تبحوها بذبحتها قضاء يعني سالة رهيمان مسجد وقالت بحية إن شاء الله قضاء أنه جائز هذا فهذا جائز الشيخ شكرا لك يا أخي الكريم نعم ما دامت عينتها ما دامت عينتها عينتها وضحية وفات وقت الزبح تذبحها قضاء كما قال لها من قال نعم والرابع عشر ليس من الأيام التشريق يا شيخ يعتبر الثالث عشر هو آخر الثالث عشر هو آخر نعم طيب هذا يسأل يقول ما حكم صيام يوم الجمعة بنية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر أم زينب من الرياض إفراد الجمعة لا يجوز نعم فإذا أرادت تصوم تصوم الجمعة وقبله يوم أو بعده يوم نعم هذه إحدى الأخوات تقول زوجي لا يعطيني من النفقة هل آخذ من ماله بغير إذنه إذا كان لا يعطيك النفقة الضرورية وأبى أن يعطيك وحصلت له مالا خذي قدر ما يكفيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما شكت إليه أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها نعم أحسن الله إليكم هذه تسأل تقول هل للمطلقة طلاق الرجعي نفقه وسكن نعم هي زوجة ما جامت في العدة ويرجعية فلها مال الزوجات ومنها النفقة والسكنة والكسوة نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل حفظكم الله ما حكم من صلى صلاة الجمعة ولكن بخطبة واحدة هذا خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شذوذ هذا شذوذ ولا يجوذ الثابت عن الرسول وعمل المسلمين إلى الآن على خطبتين لا يجوذ الإنسان أنه يشذ ويخطب خطبة واحدة والفقه ذكروا أن من شرط صحة الجمعة تقدم خطبتين هذا شرط نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوذ التعريض بالخطبة للمطلقة نعم المطلقة الباين نعم هل يجوذ التعريض بالخطبة للمطلقة المطلقة لا بس المطلقة الباين لا بس أن يخطبها هذا المطلقة الباين لا تخطب بالصراحة لا الزوج ولا غيره ولكن أن يخطبها بالتعريض أني في مثلكي لراغب لا تفوتيني أو ما أشبه ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم نعم محمد من حايل معنا على الهاتف تفضل يا محمد ألو السلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام الله أكبر كيف حالك طيب نعم عندي طول عمر أندي أبكلم الشيخ عندي طول عمر 3 سنة الأول السواء الأول ما أحكم التسبيح بالسابحة طيح والثاني السواء الثاني ما أحكم ألغش بالاختبار طيح والثالث الثالث الله يكون لكم حالي أحكم ومشهدنا الدخول دولة المية وكان في جائبك مقاطع دينية وراء في الجوال مقاطع السلامية في الجوال اي 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 دخل الجوال أولا شكرا لكم محمد بارك الله فيك تفضل يا شيخ ما أحكم التسبيح بالسابحة التسبيح بالسابحة إذا كان يعتقد فيها فضل فهذا لا يجوز لأن هذا بدعاء ما إذا كان عادة من باب العادة أو لأجل عد التسبيح فقط فهذا لا بأس به مثل ما يسبح بأصابعه أو بالحصاء ولكن كونه يسبح بأصابعه أفضل نعم الغش بالاختبارات حرام الغش حرام مطلقة في الاقتبارات وفي غيرها من غشنا فليس منا والغش في الاقتبارات أشد لأنه سيتولى أمور المسلمين وهو لم يختبر اختبارا صحيحا بل معه شهادة مزورة نعم يسأل عن دخول الدورة المياه أكرمكم الله ومعه الجوال ومخزن فيها القرآن الكريم لا بأس بذلك لأن الجوال جوال وليس مصحفا نعم طيب شيخ إضافة لهذا السؤال القراءة من الجوال هل يحتاج إلى وضوء إن لا يحتاج إلى وضوء لأن الجوال ليس مصحفا ولا يأخذ أحكام المصحف فهو مثل القراءة عن ظهر قلب تجوز لمن عليه حدث أصغر أما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ القراءة لا من الجوال ولا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسب نعم أبو خالد من الرياض نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم بخير أخوك كيف حالك السلام بخير تفضل سأل الشيخ يسمع كلاند فضل الشيخ بالنسبة للشبهة في الإسلام أنا حكمت شبهة حكم شرعي لعدم التبينة ولعدم قيام الموجب الشرعي وجيتني أضرار بعد الحكم حكم 6 أشهر وجيتني تبعية الحكم هذا أضرار من اقتصادية مثلا قرض بنك وقرض حقار وقرض جوات وأصبحت متعثر طيب فأعرف الشبهة في الإسلام شكرا يا أبو خالد فضل لا شيء يقصد بالحكم يعني حكم من المحكمة نعم حكم صدر عليه حكم نتيجة يقول شبهة أو شيء أو يعني لم يثبت هذا هذا لا دخل لنا فيه راجع القاضي نعم إذا كان عنده إذا كان عنده نقض للحكم أو اعتراض على الحكم يقدمه للقاضي ينظر فيه نعم أحسن الله وليكم هذه تسأل تقول هل يجوز دفع زكاة الأم إلى أولادها لا لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده بين عمودي النسب لا تجوز نعم وللزوج أما الزوج فعلى خلاف والأرجح والله وعلم أنه لا باس نعم أحسن الله إليكم حفظكم الله هذا يسأل يقول بارك الله فيكم أنه شديد الكلام والنطق بالطلاق ودائما يتكلم بعلي الطلاق علي الحرام كما سأل السائل قبل قليل يقول هل هذه تثبت عليك طلاق يا أخي راجع المحكمة الشرعية أو راجع دار الإفتاء في هذه هذه المسألة ينظرون فيها نعم أحسن الله إليكم بارك الله وفيكم هذا يقول حفظكم الله بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فما حكم سب الدهر لا يجوز سب الدهر لأن الحديث القدسي كما ذكر السائل يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر يقلب الليل والنهار فإذا سب الدهر فقد سب رب الدهر الذي يقلبه ويديره ويقلبه بين العباد فليس هذا سبا للدهر وإنما هو سب للرب سبحانه وتعالى نعم هذا سوداني مقيم في المملكة يقول ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك إذا كان لا يُعذر بالجهل بكونه بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع المحاورات والدروس والخطب فهذا ليس جاهلا ولا يجوز له الاستمرار على الشرك والعياذ بالله لأنه قامت عليه الحجة أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام فهذا يُعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده نعم معنى اتصال عبد الرحمن من خميس مشيط نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جهة صالح وزان وياكم الله وعليكم السلام تفضل عندي تركسر جزاكم الله الخيرا الأول السؤال الأول يقول الوصول صلى الله عليه وسلم تفترض أمتي إلى ثلاثة وسبعون في الطاقة كلها في النار إلا واحدة أريد شرح هذا الحديث يا شيخ جزاكم الله خير والسؤال الثاني السؤال الثاني أحكم فيام عشورة وفيام يوم قبل أو يوم بعد والثالث السؤال السؤال جزاكم الله خير أريد شرح آية وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه طيب سنة سنة هذا هذا هو هذا هو الثابت وتعالى وإن كان سبب نزوله في الصدقات إلا أنه عام في كل ما أتاه الرسول من الأقوال والأفعال والتشريع فإنه يجب قبوله والأخذ به لأنه مبلغ عن الله وهذا فيه دليل على حجية السنة النبوية وأنها حجة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن نعم نختم هذه الحلقة بهذا الاتصال أبو محمد من الرياض نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله شيخ أحسن الله إليك عندي سؤال أحسن الله إليك شيخ لو تبيدنا عقيدة السنة والجماعة في كرامات الأولية والسؤال الأخير أحسن الله إليك والسؤال الأخير أحسن الله إليك هل يجوز السواك للصائم أحسن الله إليك طوال راجع هذا المعنى شكرا يا أبو محمد بارك الله فيكم تفضل يا شيخ نعم كرامات الأولية حق إذا كانوا أولياء بالمعنى الصحيح وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله وقد تجري لهم كرامات من أجل مساعدتهم إذا احتاجوا أو نحو من ذلك لحاجة في الدنيا أو لحجة في الدين فالله قد يعطيهم كرامات خارقة للعادة والكرامة معناها الخارق للعادة وهذا من الله سبحانه وتعالى إكراما لعباده المتقين ولكن لا يجوز الغلو في الولي وإن كان له كرامات لا يجوز الغلو فيه وطلب البركة منها وغير ذلك كما يفعله المخرهون نعم سأل عن السواك في الصيام حفظكم الله لا بأس بالسواك للصائم ولغيره لأنه سنة مؤكدة ولم يثبت في منع الصائم منه دليل فالعصل أن السواك سنة مطلقة في أول النهار وآخر النهار للصائم نعم جزاكم الله خير وبرك الله فيكم وفي أقوالكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم شكرا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى اختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين استمعون القول فيتبعون أحسن في الختام هذه التحية من الزملاء هنا وهناك وأيضا من المخرج أحمد سويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته